امير عبدالله الفصل في النادي ما تخليش حد يمنعك محدود جدا في تسهيلات التذاكر مطروحة لا للنهاردة حقق الفوز الثالث لي في او الرابع فيه للمجموعة النهاردة كسب فريق العدالة الكيني الثلاثة صفر كل المرشاة اللي فات الثلاثة صفر الثلاثة صفر ملوك الصلاة دول محتاجين احسن جمهور محتاجين احسن جمهور في الكون على فكرة انت كسبت دون خسارة دون خسارة شوت الفاينال حيكون الثلاثة يعني احنا هنلعب بقى دور الستاشر والتمانية والسيمو فينال والفاينال حيبقى الثلاثة من هذا الدور والادور الاقصائية دي الاهلي محتاج جمهوره محتاج الناس كلها تروح صادمة الامير عبدالله الفصل وتروح للنادي الاهلي وتساند الفريق بقوة ان شاء الله تعالى في المرشاة اللي جاية بالذات في الفاينال ان شاء الله يوم الثلاثة سيد إبراهيم انت بتكسب ثلاثة صفر انت مش في احسن حالتك عشان تكون في احسن حالتك اللازم الجمهور ده يكون موجود عشان كل لعيب وهو بيرمي السير شاي الهم الجمهور ده هو بيستقبل بيد كل اللي جواه فريقتنا لسه مطلعتش كل اللي جواه لان المشاط بتسمح بهذا لكن في الادور الاقصائية في خطورة الغلطة بفورة احنا عايزين نكسب البطولة دي بشكل كويس يلا يا جمهورنا تعالى فرح لعيبتك عشان يفرحوك في الكورة طيب الهندبول احنا ماشين لسه قدامنا مشوار في البطولة الافريقية رح نكسل العلم الاندية حلوة كافئهم بقى خليك وراهم متابعهم مش عايزين ابدا فكرة ان اصل التشكيل مش عاجبني انا ما ما احضرش او الاصل المدرب يعند الكلام ده ماشي نقوله بعضه مفيش مانع فيه كل واحد من حقه يبني وجهة نظره كما يراه لكن في الاخر احنا مع الفريق ومع قدرته ومع قدرته النادي الايلي اللي لحد دلوقتي بيتافي بالعود والعهود وان سياستها لحد دلوقتي جايبة نتيجة كمل اه ممكن يبقى زي ما اقولك فيه خستكة تاني لكن عوضني بقى انا ما زلت وناشت الجماهير وبقلبي فعلا مستنينكو 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 اشتركوا في القناة